موسم المخيمات الربيعية انطلق رسميا بعد ان اعلنت لجنة دراسة وتحديث المواقع المخصصة بصفة مؤقتة للتخيم الربيعي ببلدية الكويت عن فتح موقع طلبات عجز المخيم لاصحاب المخيمات الربيعية لعام 2018-2019 عبر موقعها الاكترونية اليوم بدأت من ثمانة عارفة اللجنة امس اصدرت غرارها بفتح باب الترخيص المخيمات وحبيت ان اوى بخصوص رواد المخيمات بالتزام لواحة البلدية والانظمة طبعا كل مخيم يكون بالموقع نفسه يدش الموقع البلدي ويحجز بالموقع نفسه من ثمانة عارفة وطبعا اتمنى من اخوان المواطنين المقيمين الالتزام بالواحة البلدية هذا وقد انطلقت فرق تفتيشية من مختلف الجهات في نفس الوقت ما بين فريق الضبطية القضائية التابع للبلدية وفريق من البيئة وايضا فريق الامن العام من وزارة الداخلية لرصد المخالفين لاشتراطات التخيم واتخاذ اجراءات فورية في حقهم بتعليمات من مدير عامل البلدية احمد المنفوحي وبتوجهات من رئيس لجنة المخيمات المهندس فاديش تيلي طبعا نقوم مثل ما نشاهد نحن بيزالة المخيمات لعملاك الدولة طبعا قبل لا نزيل المخيمات هذه نعطيهم ملصغ نظار تنبيه كبداية انه يزيل خلال تقريبا ذات ايام بعد نطلع كشف انه مخيم ان شاءال او ما ان شاءال نزال المخالفة او ما نزال اذا ما نزال المخالفة طبعا نقوم حنه كجهة نقوم بيزالة المخيم وطبعا ناخذ الخيام صادر المخيم بالكامل فصاحب المخيم راجعنا بالبلدية ويطلب اذن فراج المخيم اوجه رسالتي الاخوان المواطنين المخيمين رواد المخيمات بتوجه الى فرع البلدية اللي اصدار الترخيص المخيمات وطبعا مثلا تعارف الموسم بدأ اليوم اليوم الاثنين بدأ موسم الترخيص المخيمات وليه ان شاءالله تقريبا لتاريخ خمسة عشر ثلاثة بعد تاريخ خمسة عشر ثلاثة نقوم بتوزيع انذارات لزالة المخيمات لجنة المخيمات الربيعية اكدت ايضا انه لن يتم منح الترخيص الا بعد اخذ تعهد بعدم الاقتراب من الاماكن المحظورة من قبل الجيش الكويتي بمسافة اثنين كيلومتر وعدم العبث باي جسم غريب قد يكون من المخلفات العسكرية وشددت الاتصال فورا عند رؤية اجسام غريبة رؤيد شمري لتلفزيون دولة الكويت